هالند سينتقل الى برسلونة في 2025 في هذه الحالة حقا ايو يا بولكباتن لو ده حصل اتكلم فيكتور فونت المرشح السابق لبرسلونة على امكانية تعاقد النادي الكتالوني مع ايرلينج هالند وهاجم منشستر سيتي في صيف 2025 تعاو الكلامه طبعا قطع في لابورتا وانتقده جدا لقدارته للنادي وقال له كفى خداعا لانه بيوعد الجماهير بحاجاته ما بتحصلش وكمان بيضل للجماهير وطلبه بانتخابات سريعة فاربه وشكله كده الراجل ده جد عنها هيكسب وهيكون رئيس برسلونة القادم وقال فونت الطموح للتوقيع مع هالند في 2025 بالطبع سيعتمد على الوضع الاقتصادي ولو هو حل شوية مشاكل كده ممكن يتعاقد مع هالند طب ايه هي المشاكل دي هقولك لو هو حقق شوية ارباحها وحل مشكلة استوديوهات برسلونة فيمكن للنادي تحمل تكاليف التوقيع مع اللي هو عاوز يعني مش مع هالند بس طبعا جماهير برسلونة كلها بتحلم بده بس تخيل معي كده ابو الكاباتن لو ده حصل بجد يعني ايرلينج هالند في برسلونة وكلياني مبابي في ريال مدريد والسعل هنا الاحلى كلاسيكو في العالم لا لا دي هتبقى نار يا حبيبي نار وهيرجعونا بقى الزمن للكلاسيكو الجميع ايام ميسي وكريستيانو هو اي نعم طبعا عمره ما هيساوي ده بس اهو هيقرب منه شوية فبصراحة ابو الكاباتن انت كمشجع برسلوني تتمنى انضمام هالند الى فريقك ولا لا